Unsere Hausarbeitswoche يعني أسبوع أعمالنا المنزلية Die Hausarbeitswoche كلمات تتكون من كلمتين Die Woche وهو الأسبوع Die Hausarbeit وهي الأعمال المنزلية ليزا وانا وونت سوزامن في أين كلاين وونو ليزا وانا يعيشون سويا في شققة صغيرة كلتي هما طالبتين وليس لديهما الكثير من الوقت ولكن يجب أن تكون الشققة نظيفة سوبة يعني نظيفة لهذا السبب يتقاسمون الأعمال المنزلية أو الأشغال المنزلية سيش تايلن يعني تقاسم ديس هالب تعني لهذا السبب أمونتاك زوجت ليزا شتاوب يعني يوم الاثنين تقوم ليزا بكنس الغبار زوج هذا الفيل معناه كنسة باستخدام المكنسة الكهربائية دير شتاوب وهو الغبار لديها مكنسة كهربائية صغيرة التي تصدر صوت عالي جدا لاوت يعني صوت عالي أو مرتفع لكنها تعمل بشكل جيد ليزا زوجت دين تيب بيش يمونتاك زوجت دين تيب بيش ليزا تقوم بكنس البساط في غرفة الجلوس وغرفة النوم دير تيب بيش وهو البساط أو الموكات دس فونتاك زوجت دين تيب بيش غرفة الجلوس دس شلافت زوجت دين تيب بيش التي تكون أحيانا مع الضاتف وأحيانا أخرى مع أكوزاتف هنا بلوس ضاتف يعني لأنه يجتمع هناك الكثير من الغبار يعني اجتمع يجتمع يعني يوم الثلاثاء يكون دور أنا زي بيشت دي بيش ترسلو الغسيل دي بيش واشن غسل الغسيل زي هابن كاين واش ماشينو ان در فونو ليس لديهم رسالة ملابس في الشقا دي واش ماشينو الزو جيت أنا ان دين واش زالون لذا تذهب أنا إلى المرسلة أو مرسلة الملابس دير فاش زالون وهو مكان يمكن للناس الذهاب إليه وغسل ملابسهم بأنفسهم زي برنكت أين غروسن كوب مت شموت سيجا في الشميت تحضر معها سلة كبيرة بغسيل متسخ متبغنقن في المعنى جلب معه أو أحضر معه دير كوب وهي السلة شموت سيج يعني متسخ في المرسلة تقوم بفرز الغسيل يعني فرزة الملابس البيضاء الملابس الملونة والملابس السوداء ثم تدخل الغسيل في الغسالة إتفاس إن إتفاس شتكن يعني أدخل شيء ما في شيء ما هنا تدخل الغسيل في الغسالة تدخل الغسيل في الغسالة هنا تدخل في المنفصل معناه أضافة يضيفه أنا تنتظر حتى ينتهي الغسيل تتخل في الغسالة وتجففها في آلة التجفيف تتخل في الغسالة يعني جففة يجففه دير تتخل في الغسالة وهي آلة التجفيف يوم الأربعاء تقوم ليزا بتنظيف الحمام تقوم بتنظيف حوض غسل الوجه وحوض الاستحمام تقوم بتنظيف حوض غسل الوجه أو اليدين دي بادوانه وهو حوض الاستحمام زي بنوزت أين شوام ودرينيغونك سميتل تستخدم إسفنجا در شوام ومواد التنظيف دي رينيغونك سميتل أم دونستاغ وشت أنا دين بودن يعني يوم الخميس تقوم أنا بمسح الأرضية دين بودن وشن يعني مسح الأرضية زي هات اين وشموب يعني عندها ممسحة بعصى در وشموب وهي هذه المكنسة أو ممسحة بعصى وند اين ايما ميت واسا وند رينيغونك سميتلن يعني ودلو در ايما هو الدلو هذا الدلو فيه ماء ومواد التنظيف أنا بيجنت ان در كيشه بمعنى تبدأ في المطبخ تقوم بجمع القمامة في المطبخ في الحمام وفي غرفة الجلوس زي برنكت دي مولتوتن تحملو أو تنقلو أكياس القمامة برنغن هنا معناها حملة أو نقلة دي مولتوتن وهي أكياس القمامة لحاوية النفايات أمام المنزل دي مولتون وهي حاوية النفايات بعد ذلك تقوم بتنظيف الفعل غينجن يعني نظفه ونظفه سطول أو دي لاء القمامة دي مول أيما هذه الكلمة في الجمع بالماء والصابون دي ضيفه وهو الصابون يوم السبت يقومون ليزا وأنا بتغيير أفرشة السرير دي بيت فيش وهي أفرشة السرير فيكسلن فعل معناه غير يغيرو يقومون بسحب أو خلع أغطية السرير القديمة أبتسين يعني سحب أو خلع دي بيت بيت سيغ وهي أغطية السرير ثم يقومون بتغطية الأسرة بأفرشة السرير نظيفة بيتسين يعني غطي وغطي زاوبة صفة معناها نظيف ليزا فلتت تقوم ليزا بطوي فلتن فعل معناه طوي يطوي دي زاوبة لكن وكسل بيت سيغ الشراشف النظيفة وأغطية المخدات دي لكن وهي الشراشف دي كسل بيت سيغ وهي أغطية المخدات أنا غويمت داشلافت سيما أوف أنا تقوم بترتيب غرفة النوم أو غويم في المعنى رتب يرتب دامت ألس أوف جي غويمت أو سييت لكي يبدو كل شيء مرتباً أوف جي غويمت معناها مرتب يوم الأحد يكون عند ليزا وأنا الوقت بمعنى لا يدرسون فخاي هابن عندما يكون الشخص لديه يوم إجازة لا يعمل فيه أو لا يدرس فيه يجلسون سويا في غرفة الجلوس ويقومون بفرز غسيلهم ليزا بوغلت دي زوبغن هوزن و بلوزن تقوم ليزا بكوي البناطيل والبلوزات النظيفة بوغلن فعل معنى كوي دي بلوزن هي البلوزات دي هوزن هي البناطيل عند أنا دي زوكن و هانتوشا فالتت بينما تقوم أنا بطي الجوارب دي زوكن و المناشف دي هانتوشا شبيتا كوم عن زي زيخ أم دي فنستا لاحقا يهتمون بالنوافذ زيخ كوم عن أم بلوز أكوزاتيف يعني اهتم أو اعتنابي ليزا بوتست دي شايبن يعني ليزا تقوم بتنظيف زجاج النوافذ دي شايبن والمقصود بها هنا زجاج النوافذ بينما أنا تقوم بمسح إطارات النوافذ فعل معنى مسحة يمسح وهي إطارات النوافذ موسيقى شكرا